بسم الله الرحمن الرحيم، حضرتكم أستاذ ياسر محمد نجيب في الفيديو ده هنقدم لحضراتكم الفيديو اللي اتنين واربعين من سلسلة شرح برنامج الماكروسوفت ورد وفي الفيديو ده هنقدم لحضراتكم ادراك فيديو اونلاين من اعداد أستاذ ياسر محمد نجيب دلوقتي خاصية ادراك الفيديوهات الانلاين داخل الورد هي خاصية من الخواص الجديدة اللي تم اضافتها مؤخرا وما كانتش موجودة في الاصدارات القديمة من برنامج الماكسوفت وورد شفنا في الفيديو السابق ازاي تقدر تدرك كائن او فيديو داخل الورد ولكن الفيديو ده هو فيديو محفوظ في النهاية على جهازك وبقى محفوظ داخل ملف الورد بتاعك ففي حالة لو انت كنت نقلت الملف بتاعك من جهاز لجهاز خلاص هو الفيديو محفوظ عندك داخل ملف الورد او داخل جهازك طيب انا دلوقتي عشان افتح ملف فيديو من على الانترنت لازم طبعا يكون معي الرابط بتاعه انا هاخد مجموعة مثلا من الرابط على سبيل المثال انا هاخد الرابط الخاص بصفحة اليوتيوب ديت وهعمل له كوبي بعد كده هاجي هنا وادخل على انسيرت وهاخد اونلاين فيديو اونلاين فيديو هبدأ احط له لصق للرابط بعد كده اضغط له على انسيرت مجرد ما تغطله على انسيرت وهو دخل لصفحة اليوتيوب واستدعى الفيديو اللي موجود عندي ده انا اقدر اتحكم حاليا في الشكل بتاع الصفحة ديت او ازاي يتم عرضها كأنها صورة عادية جدا واقدر اتعمل معها كصورة عادية جدا زي ما اخدنا في الفيديو الخاص بالصور بعد كده لو انا اضغط على تشغيل هتلاحز بانه هيشغل الفيديو ده هنا بيقوم بردمج الورد بوظيفة المتصفح اللي هو هيقدر يفتح لك الفيديو هو هنا استدعى الصورة بتاعت الفيديو من على اليوتيوب وفتح اليوتيوب لو انا ضغط على هنا هتلاقي بان الصفحة هنا بيتم تشغيلها من صفحة يوتيوب ولكن عن طريق ملف الورد تقدر بانك تضغط في اي حتة علشان توقف الفيديو او تقدر بانك تتحكم في جودة الفيديو بالشكل اللي انت عايزه طبعا اقدر باني اتحكم بشكل كامل في الفيديو ده زي ما بيحصل عندي في الفيديوهات اقدر باني اتحرك فيه اقدر باني احدد سرعته او احدد جودته او باني اخرج منه عن طريق الضغط خارج الشكل طبعا نقدر بانينا نعمل كليك يمين وإدت لللينك ونكتب اللينك اللي احنا عايزينه وبعدين اوكي او نقدر بانينا نعمل كليك يمين وريموف لللينك فنقدر نحزف اللينك اللي كان موجود انصح دايما بانه في حالة لو انت كنت دخلت لينك خطأ حدد الملف وبعدين اضغط دليت وبعدين ابدأ بادراج فيديو جديد عن طريق الانلاين فيديو وحط الفيديو اللي انت عايزه تسهيلا لوقتك في الشغل على الورد لانك هنا في ساعتها بتتعامل مع ملفات وورد اونلاين بتيجي مستدعى من الخارج بكده نكون شرحنا كل ما يتعلق بخاصية ادراج فيديوهات اونلاين داخل الورد بنشكر حضراتكم ونتمنى الجميع كل التوفيق ونتمنى اشارفونا باشتراككم في القناة.